أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في إحاطة مجازة لأهم الأنباء أصيب اليوم أحد الأشخاص بجروح بليغة إثر قصف مدفعي لعصابات الأسد استهدف ورشة للأهالي تعمل على قطاف الزيتون في أطراف بلدة كانصفرة بجابل الزاوية جنوبية إدلب فيما تعرضت أيضاً القرى الجنوبية والشرقية للجبل لقصف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة تسبب بأضرار مادية قتل اليوم أربعة عناصر من ميليشيا قسد وعنصرين من ميليشيا الأسد بقصف للطائرات المسيرة التركية استهدف نقطة مشتركة لهم في ريف تل أبيض شمالي الرقة كما قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع لقسد بمحيط مدينة تل رفعة وقرية منغ بريف حلب الشمالي محققة إصابات مباشرة سيرت القوات التركية دورية عسكرية مشتركة مع الشرطة الروسية في ريف عين العرب الشرقي وهي الدورية السابعة والسبعين بين الجانبين تألفت الدورية من ثمان عربات عسكرية روسية وتركية برفقة مروحيتين روسيتين وفي السياق رفع المحتل روسي علمه في بلدة عين عسى شمالي الرقة خرجت مظاهرة لعدد من الأهالي في مدينة رأس العين احتجاجا على الوضع المعيشي المتدهور وارتفاع سعر مادة الخبز وطلب المتظاهرون بإقالة المجلس المحلي للمدينة وإحالتهم للقضاء ووصل المتظاهرون إلى البوابة التركية حاملين لافتات كتب عليها عبارات حول مشاكلهم المعيشية إلى هنا نكون قد وصلنا للنهاية دمتم في رعايتنا